شرب الفتا ماء ملوثا فدخل المستشفى للعلاجي شرب الفتا ماء ملوثا فدخل المستشفى للعلاجي كيف يبلكم فرق ما بين هذا الفتا في الجملة الأولى وفتا في الجملة الثانية فاذلك المستشفى المستشفى مستشفى لدينا ألاحظ الفتا فتن المستشفى مستشفى يعني هنا كنحدفو الدل التعريف وكندروا التنوين نفس الشيء المستشفى الدل التعريف كنحيدوها وكندروا التنوين مستشفى استنتج هذا اسم مقصور غير منون يعني الفتاة هذا اسم مقصور يعني عدنا ألف مقصورة في آخر الكلمة ولكن ما عدنش تنوين هذا اسم مقصور منون فتن عدنا التنوين اللي هو الفتحتان فتن ندزول لأطبق أنقل على الألواح وأكتب تنوين بالأحمر يعني عاد نقلو غير هذلك الجملة وغا تتنوين غادي تديروه بالأحمر فرافقت الغيمة فتن عندما زارت قرآن في الغطلة أضيف تنوين في كل كلمة مثل الهدى هدن دابان دوزو المرعى نقولو مرعى المرمى مرمان المصطفى مصطفى العصى عصان ما قدرش دابان كتب في الكتاب مع دي البنت ما قدرش تكتب فيه وحول الاسم المقصور الغير منون إلى اسم منون قرأوا كيفما بعدنا في الجملة حارس الحارس المرمى شنو هنقول لبنى النونه حارس الحارس مرمن جملة الثانية رأيت الأفعى تدخل المرعى رأيت أفعى رأيت أفعى تدخل مرعى ينظف الكناس المجرى من الأزبالي جملة الأخيرة ينظف الكناس مجرى من الأزبالي يعني كنحيدو التعريف في كل جملة كنحيدو التعريف دي الألف ولم وكنديرو مجران وكنديرو تنوين فتحتان طب في واضح مهم هذا بالنسبة للعملاء عدنا الاسم المقصورة تنوين الاسم المقصورة والاسم المقصور هو الذي ينتهي بألف مقصورة حلفتان مستشفى مارمان واضح مهم هذا بالنسبة للاسم المقصور سوف ندوز التطبيقات الكتابية السلام عليكم سوف ندوز التطبيقات الكتابية في الصفحة 161 تطبيقات الكتابية لدينا أنجز على دفتاري ادريج في الجدول الأفعال الناقصة قلنا الفعل الناقص ما هو الفعل الناقص الفعل الناقص هو ما كان آخره حرف علة وحروف العلة وهي الوا والألف واليا إذن حددوا في هذه الأفعال روا نام سق جاء دع يسم أين هو الفعل الناقص هنا الأفعال الناقصة سوف ندره في الجدول روا عدنا علة في حرف العلة في الأخير أم لا نام سق روا هو فعل الناقص سق ألف في آخره جاء هذا لا هذا فعل المثال عنده في الواسط دع ألف في الأخير وهو فعل ناقص يسمو أرض الفعل الأصل دياله يسمو في المضارع في الماضي وسماء وهو كذلك فعل ناقص أحول كما السؤال الثاني أحول كما في المثال يعني أغمشيه على حسب ما جاء في المثال مشى يمشي جنى شنو هنقوله يجني دع يدعي يعلو على يمشي مشى يرمي رمى واضح سؤال الثالث نصرف الفعل ساقه حسب الجدول يعني أغمشيه وتصرف دي الفعل ساقه في الجدول هو يسقي أنا أسقي أنت تسقي نحن نسقي أنتم تسقونا واضح أنا أسقي أنت تسقي نحن نسقي أنتم تسقونا ندود السؤال رقم أربعة ابدأ الجملة بفعل مضارع كما في المثال أبدأ قلنا السؤال الرابع أبدأ الجملة بفعل مضارع كما في المثال لدينا جار الماء في النهر المثال كما عطلنا يجري الماء في النهر دبا لدينا الفعل مثلا جار لابدنا نرده المضارع كنزيده ليجري مثلا الفعل خارج لابدنا نرده المضارع كنقوله يخرج الفعل ذهب لابدنا نرده المضارع كنقوله يذهب يعني كنزيده يا المضارع لدينا هنا سقى الفلاح الأرض لابدنا نرده المضارع يسقي الفلاح الأرض روا الفلاح الأشجار يروي الفلاح الأشجار ندزول السؤال الرقم الخمسة أختار من كل مجموعة كلمة وأركب جملة تبتدئ بفعل مضارح يعني سأخذ أحد الكلمة من هذه المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة وسأخذ لنا جملة تبتدئ لنا بفعل مضارح قلنا نختار من كل مجموعة كلمة لدينا الكلب الكرة للصلاة نقول لنا يذهب الأب للصلاة يذهب الأب للصلاة لدينا المجموعة الثانية لدينا فيها يدعو يقضيف يخشى هنهزو واحد الكلمة واحد الكلمة هنهزوها وهنحن نركبها في جملة هنا نهزو كلمة مثلاً فعل يلدعى يدعو يدعو التلميذ أصدقاءه لمراجعة الدروس يدعو التلميذ أصدقاءه لمراجعة الدروس هذه مثلاً أنا كان أعطيكم أخرى مثال ثم أرجونا اللي أعجبتكم اختاروها تبقى ندعو المجموعة الثالثة القطو اللاعب المؤدن مثلاً بنختار اللاعب يسجل سجل لا بل نفع المضارح يسجل اللاعب الهدف لا يؤدن المؤدن صلاة الظهر تفقين مهم هذا فيما يخص مهم هذا فيما يخص طبيقات الكتابية صفحة 161 تفقين مجال الماء والحياة الوحدة الخامسة ترجمة نانسي قنقر